تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا اللي تيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم دايما تشتركوا فيها حلقة اليوم بعد مباراة تشيلسي وريال مدريد اللي انتهت بفوز تشيلسي وتأخل للنهائي المباراة اللي كان ممكن نحكي عنها من طرف واحد لو لموقف أو موقفين خطيرين لريال مدريد المباراة اللي تفوق فيها تشيلسي فرديا وجماعيا تكتيكيا وذهنيا والمباراة اللي خلت العالم كله يدرك مين هو تخيل وربما بشهور قليل مع تشيلسي لانبيل الشهرة وتقدير عمله وتطوره أكثر من فترته ومسيرته التدريبية كلها وها بقيمة انك تدرب في دور كبير في البريمير ليج وتنجح في بطول كبيرة زي دوري أبطال أوروبا تخيل اللي ربما بذكرنا شوي باللي صار مع تشيلسي بألفين واثناث لكن فقط لأنه مدرب بتيل لأنه ما فيه تشابهة أبدا التطور الفردي التطور الجماعي التطور الفني استحقاق التأهل في كل مباراة تقريبا بخلي تشيلسي 21 مختلف تماما عن تشيلسي 2012 قبل ما أدخل بتفاصيل اللقاء دائما بذكركم إنكم بتتركوا لايك لأنكم أصحابي وبعد أدري لكم عشان إنه تأخرنا بالحلقة لليوم لكن كان عندي شوية ظروف تنقل هنحكي بالبداية عن قضية هزارته وابتسامته عشان بعدين ندخل نحكي بتفاصيل المباراة جوة الملعب اللعب لما يبعد عن الملعب وإحباط وإصابات وبلش يشعر إنه صفخته خسرت دامن عنده خيارين خيار أول يكون قوي ذهنيا ما فيه الكفاية إنه يعمل ردة فحل ويثبت للناس إنهم على غلط والثاني يبلش يتسلل إليه اللامبالاة وواضح إنه تسلل له هزارد اللامبالاة هذا أكيد وهذا بده تعامل خاص من زيدان ومن فريق ونادي ريال مدريد عشان يضمنوا إنه هزارد يظلوا بتركيزه لأنه أعتقد الآن بيعوا بعد موسمين بلا لعب حيكون يعني مبلغ قليل جدا هذا الجزء الأول الجزء الثاني فكرة كبشة الفداء اللي انتشرت في الصحافة المدريدية على طول بعد المباراة أيضا غير مقنعة وغير منطقية هناك المباراة أثبتت إنه ريال مدريد وصل نصف النهائي بإدارة ممتازة من زيدان وتقدير للعمل اللي قام في زيدان لكن الفريق محتاج صفقة أو صفقتين تعطيه حيوية جاهزة وخبرة مش بس لعب عمره 18 يتطور عندك لا محتاج لعب شخصيته قوية متعود على الليالي الكبيرة غير الثلاثي اللي بدأ شوية شوية هالك بدنيا في خط الوسط وكريم بن زيمة اللي بأي لحظة ممكن نسمع باعتزاله نبدأ بالمباراة نفسها ونقول زيدان في المباراة الأولى شاف الفرق رهيب جدا فنيا بالنسبة له فربما قال أنا الشكل اللي لعبت فيه كان سيء لكن خليني أحاول أعمل شيء غريب أفاجأ وفعليا فاجأ حط جونيور على اليمين وحط شكل خط دفاع هلحكي أكثر التفاصيل وبعد شوي ما كان مفهوم كثير لكثير ناس في البدايات لكن أيضا راهن على مندي وراموس وهزار ثلاثة من أصل 11 كلنا منعرف أنهم مش جاهزين وكلنا منعرف أنه لما تلعفضت فريق حاد بدنيا بهنيا سريع جدا صعب تنزل لاعب فقد اللمسة على كرة القدم لفترة طويلة مثل مثلا سيرجو راموس أو لاعب أنت عارف أنه عنده مشكلة بالثقة بالنفس مثل هزار طبعا أخدت وقت أنا وأنا بشوف المباراة بفكر قاعد أنه طبعا أخي شو بيلعب هذا على الورق لما قرأناها قبل المباراة قلنا شكلها 4-3-3 بس شوي شوي مع الوقت بلشنا نحتار أنه شو عم بصير في الملعب بس فعليا يعني بعد ما رجعت فكرت فيها بعد المباراة ورجعت شفت لقطات من المباراة زيدان كان عم بدور يلعب فعليا 3-5-2 مش 3-4-3 مش 4-3-3 مش 4-2-3-1 كان عم بدور ع 3-5-2 ثلاث قلوب دفاع جونيور يمين منحكي مندي يسار ثلاث الوسط وفي الأمام هزارد كمهاجم حر خلف بنزيمة يعني هذا الشكل الأقرب اللي كان يحاول زيدان يعمله لكن تمركز تشيلسي حركية تشيلسي سوء تمركز ريال مدريد حركية ريال مدريد خلته شكل مشوه للغاية أما تخيل فما راح اخترع ما فكر في شي جديد أنا متفوق بالذهاب فنيا النتيجة لصالحي بلعب تقريبا بنفس الأسماء وضع فيرنر في البداية لأنه كان يتوقع تتحلوا المساحات وبالتالي فيرنر من أحسن اللعبين اللي يضربوا بالمساحات وفعليا أتبذ ذلك يوم أمس وخلى بوليزيتش عنده على الدكة بوليزيتش عنصر سرعة عنصر لاعب إذا بتنزله بيقدر يفيدك بالناحيتين السرعة والهجوم ويفيدك حتى باستحواذ الكرة لو كان لازمك تضيع وقت في الدقائق الأخيرة فكانت أفكار توخي الواضحة مرتاح نتيجة لقاء الذهاب وشكل أداء لقاء الذهاب لو بدي ألخص وأقول في خمس شغلات خلت تشلسي يتأهل وهذه الخمس شغلات اللي خلتنا نشوف ريال مدريد بشكله سيء وهذه الخمس شغلات هي اللي بتلخص كل اللي ممكن أحكي على المباراة حبدأ الخمس أشياء الأولى التفوق الذهني المطلق ولما أقوله تفوق الذهني مش كلمة مطلقة في بداية اللقاء الجميع تفاجأ من شكل ريال مدريد ما حدا كان عارف تشلسي عمل خطبة ذكية جدا اتراجع تماما في أول الدقائق ولا كأنه بده الكرة واعتقد وصل الاستحواذ في بداياتها إلى 80% لكن تشلسي أخذ وقته ما استعجل أنا نتيجة لصالحي في لقاء الذهاب ما نستعجل خلينا نشوف شكل هذا الفريق تحركات هذا الفريق شو بده هذا الخصن اللي بيحاول يفاجئني استوعب الصدمة اتعلم دخل في أجواء اللقاء وبلش يهدد بعد ذلك هذه منها ثبات ذهني رهيب الشيء الثاني من الثبات الذهني اللي بيبرك انه تشلسي نشغل عليه ذهنيا من تخيل في شكل رائع بين الشيطين كنت أقول الآن تخيل عنده مهمة صعبة مهمة انه فايزين واحد سفر ولعيبته شباب يعني خبرتهم قليلة ومتعدين واحد واحد في الذهاب ومتفوقين فنيا هنا ممكن يجي الغرور ممكن يجي الشعور بانه خلصنا المباراة ممكن يجي شعور التراخي لكن بأول دقيقة في شعور الثاني ضغط من تشلسي ضغط أعلى أحسن من شاطر أول واضح انه قالهم لا بدنا نشد أكتر وكمية فرص وتخيل ما كان عم بتعامل مع الفرص اللي بتضيع انه يلا ما أنا متأهل لا ردات فعله على الدكة هذا بتوصل للعبين انه يا شباب انتبهوا المدرب متوتر بدليل انه في شي لازم نسجل التاني هذا اللي خلى الفريق يظلوا ضغط بشطر الثاني رغم ظهور انه ريال مدليت شبه مستسلم فعليا عمل ذهني رهيب من تخيل والشي الثالث الفريق لعب على لعبة الوقت بشكل كويس استنزف الوقت في بعض الفترات دخل بفولات في بعض الفترات دخل باحتيكات بدنية بنفس الفترات كان عم بيستنزف الوقت ولعبة استنزف الوقت بدها بفريق مركز كويس واستنزف الوقت كان عم بيخلق ريال مدريد متسرع ريال مدريد مستعجل في الدفاع وفي الهجوم ثاني سبب تخيل كان أفضل من زيدان يوم أمس بالاهتمام بالتفاصيل مثال أول عشر ربع ساعة كلنا شفنا لعبة تشيلسي عم بيعملوا فولات كتير لمستوى شفنا هابرتز وفيرنر هم الأكثر ارتكاباً للأخطاء من طرف تشيلسي بعد اللقاء ليش؟ لأنه في البداية كان كل همه يكسر الوقت يكسر الرتم لأنه بده يستوعب بشكل خاص مو بده يتعلم يتمركز على أرض الملعب مقابل خاص مو نجحوا بذلك بشكل ممتاز جداً ريال مدريد ما كان قادر يجاريهم بدنياً في هذه اللعبة لأنه منعرف بعض اللعبين الأساسيين عنده تحديداً مودريج مستنزف بدنياً كان كل شوي يوقف اللعب متعمد عشان يشوف كيف ريال بده يخلي مسار الكرة يكون وهناك العيد تشيلسي أوقفوا هذا المسار وقلت فعلياً الفولات لو قارننا شوي شوي ما بين الفترة الأولى والفترة الثانية أيضاً من التفاصيل والاهتمام بالتفاصيل نقطة ضعف تاعة ريال مدريد تشيلسي كان عم يضربها على طول في البداية لما أدرك أنه جهة جونيور هي الضعيفة دفاعية تقريباً أول ثلاثة أربع كرات عملهم تشيلسي من هناك كانوا خطيرين في تلك الجهة جهة جونيور وبالشوط الثاني لما أسنسونز اليسار نقلوا الجهة على اليسار يلا نضغط هنا هناك نقطة ضعف تفاصيل ما تستنى أنت متأكد نظرياً هناك نقطة ضعف اضغط وشوف النتيجة أما السنب الثالث في تأهل تشيلسي فهي لعبة المساحات اللي سيطر عليها الدخيل تماماً نيجي نقول بشرط الأول وشرط الثاني منطقة جزاء تشيلسي كأنها قوس منطقة جزاء اليد اللي ممنوع حد يدخل فيه تمركز ممتاز من مدافعين تشيلسي ممنوع حد يدخل فيه إلا بمغامرات كبرى ولولا تسديد البنزيمة في الشوط الأول لقلنا تقريباً ريال مدريد ما قدر يخلق أي فرصة على الأرض لأنه ممنوع منطقة محرومة هذه تسكير مساحة رائعة جداً بالمقابل شوفوا الهدف الأول لتشيلسي كاسميرو بيضغط تشيق المتسرع الدفاع بعيد عن بعضه بتظهر مساحة رهيبة بيسجل منه تشيلسي الهدف الأول ريال مدريد أثناء صعوده للأمام كان ناتشو وشوفنا وميليتاو يروحوا كأنهم يتحولوا لأظهرة ويضر راموس في النص بعض الأحيان يرجع معاك اسميرو وبعض الأحيان كروس بس وكان يصعد جونيورو مندي لقدام أكثر وبعدين لما يدصعد ويوصلوا إلى الثرث الثالث ما فيش زوايا تمرين ما فيش مساحة حدي مسكرها تشيلسي لما تفتك الكرة تصير لمصيبة ليش؟ لأن الفريق بحاول يرجع ياخد شكل مختلف عن الشكل اللي كان عم بهاجم فيه وبصيروا كأنهم لعيبي بيضربوا بعض مستعجلين عم بيهربوا بدهم يرجعوا يسكروا وتشيلسي لأنه أسرع يكون وصل للمساحة المهمة قبلهم هذه الفوضى اللي كانت تصير مع ريال مدريد لما تفتك منه الكرة كانت تخلق مساحات بين المدافعين شفناها وضربت أكثر مرة ومساحات بين الخطوط واضحة جدا ما بين خط الوسط وخط الدفاع كانوا لعبين تشيلسي عم بيسقطوا بسهولة مرة كانت ومرة ماونت سهل جدا كان السقوط لأنه لسه الفريق عم بحاول يرجع ياخد مراكزه مسألت أنه كيف تحتل المساحة سريعا وتسكر عليها تشيلسي كان في مستوى آخر مبارح على ريال مدريد باختصار ربما أقول كلمة بسيطة الملعب كان فاضي بالنسبة لتشيلسي بيعمل البدوياه والملعب مغلق مليان بالنسبة لريال مدريد مش عارف شو يعمل فيه أما السبب الرابع في وضوح أفكار واستراتيجية في اللقاء عنده خيل أفضل من زيدان وربما هذه أول مباراة لزيدان في دور الأبطال بالأدوار الإقصائية تحس أنه لا هو اللي خسر مش بس اللاعيبة أهل اللاعيبة عندهم عليهم وتقريبا بال11 لعب بين تشيلسي فوق 11 لعب ريال مدريد في كل مركز بس تحس هاي مباراة فيها على زيدان ليجي نحكي لمسألت وضوح الأفكار لو وجيت قلتلك أعطيني الأفكار اللي حاولي يطبقها ريال مدريد عشان يقلل نقاط قوة تشيلسي هتقول لي هممم تجلش تفكر فأنا بطر أدخل على النقطة الثانية لأني ما حظني أستنات لكن لو قلتلك تعال على تشيلسي هتقول بعطول ضغط على كروس بشكل مش طبيعي كان يمنعه يوقف على الكرة وكروس بعض الأحيان هو مودرش واحد منهم لازم يوقف على الكرة والثاني يسرع اللعب ممنوع كروس كان عم بمبغط عليه بشكل سريع بدني احتكاك واضح جدا معه يجب أن يطلع أي كرة ما يقدر يتواصل مع مودرش ونفس الوقت لما كانت تواصل الكرة لمودرش ما بقدر يرجع يعطي لأكروس قطعوا التواصل بين اثنين مهمين جدا ولما تقطع التواصل بين مودرش وكروس ريال مدريد فقط جزء مهم من تحكمه بالرتم ولعبة تغيير اتجاه اللعب اللي كانت مقضي عليها يوم أمس تماما عند ريال مدريد بتجي تقول لي لا مش بس لهون بس تشيلسي كان مهتم بالتفاصيل ووضح الاستراتيجية بتقول لي تشيلسي حط على العمق ضغط بدني كان عم بتخل احتكاك بدني مع مودرش كروس عارف انه أفضل هناك كان عم بيكسبها وعلى الأطراف كان عم بيزيد الكثافة دايما ثلاثة لاثنين ثلاثة زرق مقابل اثنين لبسين أبيض والكثرة غلبت الشجاعة فتخيل لما تكون أجنحة ريال مدريد مش فجعان شو هتعمل فيها الكثرة يوم أمس منع حقيقي نتيجة تمركس جورجينيوم مع كانتي مع ماونت انو مودرش كروس يقدر يوصلوا لبنزيمة الكرة بشكل عمودي بنزيمة لازم تطلع على اليمين أو على اليسار ما هنخليك تسقط أمام منطقة جزائنا إلا مرة أو مرتين نجاح كبير بالتفاصيل بنتكلم ريال مدريد بلا أطراف نتيجة الكثافة التشيلسوية والسرعة اللي حطولهم ياهونا ريال مدريد بلا عمق نتيجة اللعبة البدنية اللي انتصر فيها تشيلسي ببساطة لا أجنحة ولا جسد أكيد أنت فريق هتخسر أما السبب الخامس فهو هزيمة ريال مدريد أمام تشيلسي حركيا وتمركزيا ولما أقول حركيا في لقاء الذهاب كانت فرق الكمية المسافات المقطوعة عند تشيلسي 5% أكثر وللأسف لقاء القياب لأنه بتاخذ هاي المسألة أنه وكمل مسافة بتاخذ وقت لعندما تطلع بعد المباراة مزي يعادل التمنيرات والاستحوال والأشياء لأنهاي تيجي من الشركات خاصة لكن مش موجودة لكن أعتقد حنلقاه نفس الشي ولما نتكلم عن فريق قطع مسافة 5% أو 6% أكثر في أرض الملعب معنى هالفريق كان بتحرك أكثر وهذا الشيء كنا نشعر فيه قارن اللي كانتي بمونريتش أحسن واحد هون ما أحسن واحد هون بالأدوار الهجومية هتلقى ببساطة كانت يتحرك أكثر قارن اللي مونت بكروس قارن اللي حتى جورجينيو بيكاسيميرو قارن الأطراف قارن كل لعب يلاعب من حيث الحركة كنت تشعر أنه لعب تشيلسي عم بيركضه أكثر عم بتحركه أكثر وش يعني تركضه أكثر يركض أكثر معناها مسحة أكثر عم بيحتل يركض أكثر هو بتحرك بتصير عنده زوايا تمرير أكثر وهذه كلها نتائج طبيعية لمفهوم الورك ريت أو معدل العمل لللاعبين وتعالوا نحكي على التمركز أيضا لعبة تشيلسي لما كانوا يوقفوا كانوا عارفين شو بيعملوا مش بس مجرد ناس عم بترجع عارفين كل واحد فيهم شو بيعمل أقل عدد ممكن من زوايا التمرير لكل لاعب من ريال مدريد الكرة بتيجعها جونيور ع اليمين تطلع عليه بتلقاله ممكن خيار واحد يرجع لاميليتاو نفس الشي عندها زاد الخيارات القليلة لأنهم ينقلوا الكرة دائما عم بتكرر وقفة مش صدفة وقفة علمية بحثة مدروسة من تخين كل لاعب عم بيعرف وين يوقف وليش عم بوقف قدام مودريدش هيك وليش عم بوقف قدام كروسين وليش هالمرة عم بيسمح لمودريدش يمرر وليش المرة الثانية بيضغط عليه زوايا التمرير أقل عدد ممكن من الخيارات لريال مدريد مقابل بكل مرة كنت تشعر أنه تشيلسي قادر يمرر في مشكلة واضحة بدنية عندك روس ومودريدش في مشكلة واضحة بشكل الفريق أنه مش متناسق في لعبين ما عم بدافعوا فعليا بنزيمة وهزار بنتكلم إحنا عن زوايا تمرير سهلة لتشيلسي فكان دائما قادر ينقلوا الكرة يطلع فيها يوصل مرمى ريال مدريد وروحوا شوفوا الكرة لما تكون مع مودريدش مش هتلقاه بقدر يعطي كروس ويروحوا ناجرين على اليمين واليسار ما عملوا هاي اللعبة اللي هزموا فيها أوروبا سنوات ما كانوا قادرين لأنه تمركز لعبين تشيلسي كان عم بقطع هذه الزوايا وكان عم بيبنع أي كرات طويلة تغير تجاه لعب من اليمين لليسار لأنه في لعب قريب دائما من الأطراف بقدر يضغط أول ما الكرة تنزل على الأرض في المقابل ما عجبني بكثير مواقف بالمرتدات تحت تشيلسي إنه ريال مدريد متحديدا كاسيميرو كان عم بيرجع كثير لورا بدل ما يكون أول واحد عم بيقطع الكرة ولما كان يرجع كانت عم تظهر مساحة ما بين خط الوسط وخط الدفاع ومن هناك يبدأ طبخ كل الهجمات الخطيرة لأنهم لعبين مهاريين لعبين متحمسين لعبين سريعين مع تشيلسي باختصار في هذه النقطة الخامسة كل لعب في تشيلسي كان أفضل من حيث الحركة من حيث السرعة من حيث التمركز والانضباط من لعب ريال مدريد اللي مقابله بلا استثناء بالتأكيد لعبين ريال مدريد اليوم كانوا محبطين لجمهورهم لكن المشكلة مش بس هون شفنا بالتبديلات اللي بلشت زيدان يعملها كل تبديل كان عم بصير كان عم بسوق الوضع أكثر ليش؟ مش مسألت إحباط وفريق مستسلم لا لأن المشكلة ما كانت فعليا بالأفراد أنا كنت شايف المشكلة أكثر فعليا بالشكل شكل الفريق ما كان عم بناسب طريقته لما يفتح فجأة هو عم بطلع ولما يتراجع بالطريق الفوضوي اللي عم بتصير وبعض المساحات اللي عم تذهب كان واضح المطلوب أنه زيدان ما يخترع زيدان يبسط الأمور لاعب بلاعب يعني أصلاً لو بدك تبلش برودريغو لازم بلشت برودريغو بذلك المركز هذاك مركز رودريغو أكثر من مركز جونيور لكن أنت بحتى رغم ذلك بيّنت المشكلة فعليا بتمركز اللاعبين المساحات اللي مطلوب منهم يشغلوها ضرير تغير لعب بلاعب ما في نتيجة أنا ما زلت أعتقد ربما كان لازم التغيير يكون جذري أكثر بالتحول من الأشكال الغريبة 4-2-3-1 بسيطة جداً رقم 10-2 جناحين وبسيط تحاول ومحورين ورا تحاول تلعب بشكل مختلف تحاول تقلب شكل توزيع اللاعبين والمناطق اللي مطلوب منهم يغطوها ربما كان ذلك الشكل هيخلق لك مسواة عددية على الأطراف تقدر تتحرك لكن كان واضح بذلك شكل يوم أمس مسألة الفرد بفرد معناها بتستنى إعجاز بتستنى بطولة فردية وما صارت لأنه كل لعبين تشلسي أفضل في حين تبديلات تخيل كانت أفضل دخلت بوليزيتش وطريقة تركيزه على أي مساحة وسرعته كانت الموقعة صح ضربة صح كان فيها نوع من تغيير أسلوب اللاعب حتى مش بس مجرد تغيير اللاعب بلاعب مباراة كل مدريدي أعتقد يؤمن أنه تشلسي استحق التأهل فيها وأعتقد جميعنا من اتفق أنه كان ممكن تروح ثلاثة أو أربعة لو لا الفرص للإضاءات مباراة أثبت فيها تشلسي أنه قوي جداً قصم خطير أمام الشيسر سيتي في نهاية إنجليز جديد غردت الصبح وقلت إذا ما استيقظوا وما صحيوا الآخرين هذا النهاية مع استمرار أنه الإنجليز عم بيجيبه أفضل العقول المدربين والإداريين وحتى الأسلوب التكنولوجية معناها حنشوف هذا النهاية بيتكرر أكثر وأكثر في الإسنين هي الجاية وأكيد مش متوقعين مني أنهي هذه الحلقة بدون ما أتكلم عن لاعب أي واحد بحضر قرط قدم رح يحبه بتكلم عن كانتي بتكلم عن لاعب مستعد يموت في أرض الملعب من أجل فريق ولاعب بالدفاع أول من يقطع وفي الهجوم أول من يمرر وبتلقى في منطقة الجزاء عندك وعنده لعب مستعد يلعب أي دور مقابل فود لاعب ربما شخصيته اللي هي نسميها مش مغرورة مش نجومية عم بتخليه ينظلم كثير ربما يكون هو أكثر لاعب مظلوم بآخر خمس سنوات كرط القدم من معجزت لستر لدورة شيلسي للآن نهاية دورة أبطال أوروبا وما ننسى شي مهم جدا كأس العالم 2018 لاعب عمل كل هذا وما بتلقى من التوب توب توب ستارز في شي غلط في نظرتنا لكرط القدم في شي غلط في اللي بقدروا الناس في كرط القدم كانتي لحد الآن مش فاهم كيف كنت أقرأ أخبار بالصيف الماضي إنه تشلسي ناوي بيعوا للإنتر لأنه لمبرد مش لاقي له دور غريب الدنيا والأغرب اللي بفكر يبيع كانتي كانتي لاعب بستحق كل احترام وكل تقدير كما أنتو بتستحقوا كل احترام وكل تقدير على دعمكم المتواصل بدعوكم هون بتعملوا لايك على الفيديو اتشيروا مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله